البلوتونيوم المعدن الفريد ما الذي يجعل البلوتونيوم غير منجذباً إلى المغناطيس كما بقية المعدن؟ إنها إحدى الخصائص الفريدة للبلوتونيوم البلوتونيوم هو عنصر معدني مشعر بلون فضي يصبح مائلاً إلى صفرة عند تعرضه للهواء رمزه الكيميائي بي يو ويملك العدد الذري 94 ينتج البلوتونيوم عن انشطار عنصر اليورانيوم في المفاعلات النووية ومعظم كميات البلوتونيوم الموجودة على الأرض هي من صنع الإنسان ويمكن أن يتواجد بكميات ضئيلة جداً في الطبيعة على الرغم من مخاطره المحتملة إلا أنه يملك خصائص فريدة تجعله مفيداً في بعض الأحيان فهذا المعدن ينتج حرارة يمكن استخدامها كمصدر طاقة للأقمار الصناعية وأجهزة تنظيم ضربات القلب إذن فما هي تلك الخصائص الفريدة؟ لمعرفة ذلك دعونا نتكلم بداية عن أساسيات الذرة تدور الإلكترونات حول نواة الذرة وفق مدارات إلكترونية وكل مدار من هذه المدارات يملك عدداً أعظمياً من الإلكترونات التي يمكنه حملها في المعادن العادية يبقى عدد الإلكترونات التي يمكن أن تتواجد في المدار الأخير ثابتاً فمثلاً يملك النحاس إلكترونا واحداً أما الحديد فيملك اثنين وفي حالة غياب أي طاقة خارجية تؤثر على الذرة كالحرارة والتيار الغهباء تبقى الإلكترونات في حالتها الطاقية الدنيا وتدعى بالحالة القاعية ولمعرفة ما تبدو عليه إلكترونات البلوتونيوم في حالتها الطاقية الدنيا قام فريق جوناتشيك بإطلاق حزمتين من النيترونات على عينتين من البلوتونيوم يملك كل من النيترون والإلكترون حقل مغناطيسياً وهذه الحقول تملك عزوم مغناطيسية نشير العزم المغناطيسي إلى مقدار واتجاه القوات اللازمة لجعل جسم ما يصف وينتظم داخل الحقل المغناطيسي وعند تداخل العزوم المغناطيسية للبروتونات والإلكترونات مع بعضها البعض لاحظ الفريق وجد أحد أنماط تأثير الحالة القاعية والتي كشفت وأبحث بعدد الإلكترونات المتواجدة في المدار الخارجي له النيترون هو واحد من الجسيمات تحت ذرية موجودة في نواة ذرة بالإضافة إلى البروتون لا يمنق شحنة كهربائية على عكس البروتون صاحب الشحنة الموجبة عدد النيترونات في نواة ذرة يحددون ضائر هذا العنصر فوجدوا بذلك أن البروتونيوم يمكن أن يحتوي على أربع خمس أو ستي الكترونات في مداره الخارجي في حالة الطاقية الدنيا والعلماء الذين حاولوا سابقا تفسير الخصائص الغريبة لهذا العنصر كانوا قد افترضوا أن هذا العدد ثابت لكن ما وجدته الدراسة الجديدة هو أنه يتقلق بين التوضعات الثلاثة المختلفة وبعبارة أخرى إنه يتواجد في التوضعات الثلاثة جميعها في الوقت ذاته لقد تم وضع الأساس النظري لهذه الحالة الغريبة في عام 2007 عندما طول الفيزيائيون في جامعة روجرز أداة رياضية جديدة افترضت أن الكترونات البلوتونيوم يمكن أن تتقلب عن هذا النحو فكانت هذه التجربة هي الأولى من نوعها من الناحية النظرية والتي قد تثبت صحتها فعلا يقول لبروفيسور غابريويل كالاير وهو فيزيائيا في جامعة روجرز وواحد من أوائل الباحثين الذين عاملوا على إنجاز هذه النظرية بشكلها الرياضي إن نظرية تنبؤية رياضية كهذه في عالم المواد والعنصر تمثل أمر بالغ الأهمية لأننا سنتمكن أخيرا من خلالها من المحاكاة والتنبؤ لخصائص المواد باستخدام الحاسوب وبالنسبة لمعادل المشعة كالبروتونيوم فإن تطبيق نظرية كهذه أقل كلفة بكثير من إجراء تجارب فعالية كما ويمكن لهذه النظرية بالإضافة إلى ذلك أن تفسر أحد الخصائص الغريبة الأخرى للبروتونيوم فهذا العنصر يتمدد ويتقلص بصورة أكبر من بقية المعادل عند تسخينه أو تعريضه لتيار كهربائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر